شريحة المتقاعدين شريحة المتقاعدين الكويتية حياك الله أستاذ الله أحييت شكرا أستاذي بنتكلم عن جمعية المتقاعدين في البداية متى تم شهر هذه الجمعية تم شهرها في أفتك التاريخ 17-4-2016 نعم ولله الحمد والمنة والفضل يعني وأحب أوجي شكري الخاص حق الأستاذة الفاضلة ختنة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والدكتور أيضا مطلم طيري وكيل وكيل الوزارة والأقل حسن كاظم وكيل مساعد لأنه كان لهم دور في إشار هذه الجمعية نعم إذا بنتكلم على أهداف الجمعية والأسس اللي حابين أن ترسخونها في هذه الجمعية وتسعون لها حنا طبعا الهدف الرئيسي من إشارة الجمعية هذه هي أن تكون المظلة القانونية لكل المتقاعدين في الكويت المتقاعد من يطلع خلاص شارد ما عنده شيء وأنا عفوا في استخدام كلمة متقاعد لأنه هي تعم لكن أقصد المتقاعد والمتقاعدة فيها فالمتقاعد لما يطلع ما عنده شيء اللي ينظر له أو يحاول يكون معاه أو يعمل معاه أو يوفر له كلهم تقريبا الاختصاصات أو الشاهدات في الكويت كلهم تقريبا أقلبهم عندهم جمعيات المحامين المهندسين لطباء هذا لكن المتقاعد ما عنده شيء فحنا الهدف الرئيسي هو خدمة هذا الإنسان المتقاعد من خلال مظلة قانونية تم توفيرها في جمعية المتقاعدين طبعا في أهداف أخرى ترتبط في هذه الجمعية يعني حنا نتكلم عن تعديل ثقافة المجتمع في الكويت باتجاه المتقاعد تعديل ثقافة هذا القرار للمتقاعدين فيها هناك خدمة المتقاعد توفير فرص العمل إذا أمكن استغلال أو الكثر ما نقدر أنه يعني ناخذ هذه الخبرات واللي أنا أعتبر المتقاعدين كنوز على الأرض على أن نتعامل معاها في خدمة المجتمع وخدمة الوطن فيها نعم ذكرت موضوع استاذي هو ثقافة الاختيار الوقت المناسب للتقاعد نعم وثقافة المجتمع حول التقاعد بشكل عام شون تقدر ترسخ هذا شيء في المجتمع نعم حنا يعني الجمعية لم تأتي فقط لكي ما بعد تأخذ قرار التقاعد حنا نتمنى أن نخدم هذا الإنسان في أول ما يفكر يقول بتقاعد يعني في المجتمعات الأوروبية وهذه يعني أنا سويت لهم ما سح فيها سريع هناك لما تقول أنا بتقاعد يدزون كتاب ترى حق الجمعية أو يدزون من إيميل إن سعود العصفور ترى بيتقاعد بيتقاعد إيه حددوا الموعد ويا ويولا أو يتشرف عندهم هناك عربتوا يقعدت كافي وليش تاخد قرار ش عندك ش مسوي ش حقه كذا ميزانية لك درسته تبت تشتغل بعدين ما تبت فإذن هناك في طرح العديد من الأسئلة هناك ويحاولون أن يعرفون هذا هل هو فعلا على صح ويقولوا له ترى أنت يمكن قد احتمال تتعرض إلى كذا أو تتعرض إلى كذا نحن يعني ننصحك بأنك أنت تتأجل قرار مثلا لفترة معينة فيها هنا في الكويت عندنا للأسف يعني يمكن أننا عايشينها اللي قاعدون بالدواوين أو اللي قاعد مع أهالينا أو أو قام من نومه قال بتقاعد يا ساتر ليش يا الحبيب حلمان حلم مزعج ولا شيء من هذا يعني أنا بأفهم ليش نأخذ قرار التقاعد وكيف نأخذ قرار التقاعد ولماذا نأخذ قرار التقاعد إذا ما دام عندنا العطاء هذا واحد اثنين لماذا هناك في أسباب تلقينها ضعيفة جدا عشان أتخذ هذا القرار هذا الإنسان ما يملك هذه الثقافة في كيفية اتخاذ القرار نحن نسعى من خلالها أن نورى ونوفر لأمور كثيرة على اتخاذ هذا القرار حتى لو يقول لي أنا أبي أخذ كورس تعالي بنا أعطي كورس نحن ما عندنا مانع ولكن لمصلحتك أنت لأن هذا رح ينعكس عليه كشخصك وينعكس عليه باشر على أسرته والأسرة هي نواة المجتمع فإذا تهلهلت ضعف المجتمع عندك المخرجات أصبح ضعيفة نحن نتمنى منها القرار أن يكون قرار قوي ويثبتك أنت داخل أسرتك أكثر وأكثر فيها نعم دائما ما يبنى قرار التقاعد على الحالة النفسية نعم يكون هو تعب وزهق ومل وقال خلاص أنا في تقاعد ومليت من الدوام لكن ما يحسب حساب العقبات الممكن هي تصير في المستقبل نعم صحيح أستاذ سعودي إذا بنتكلم أكثر على دور وزارة الشؤون معاكم شنو كان دورها؟ طبعا أشهار الجمعية كان بالأول يتخذ من قبل مجلس الوزراء والله الحمد أنه تم التحويل هذا إلى وزارة الشؤون ووزارة الشؤون شكلت دائما تشكل لجنة كل بين أسبوعين يأخذ فيها القرارات على المتقدمين بشار جمعياتهم أنا أمانة يعني أنا شكرت في البداية الأمر لغت هند الصبيح في هذا الأمر على تعاونها وأنا أشكر أيضا أكرر بعد أخوي مطار المطيري لأنه كان كانت له فزعة يعني وكان له تأييد غير طبيعي معي في هذه الجمعية كذلك أخونا يعني حسن كاظم الوكيل المساعد للتنمية هذا الإنسان رجل سلس جدا الباب عنده مبطل متعاون لأقصى درجة بل هو يقدم لك حتى برامج بالمساعدة في هذا الأمر الشؤون كانت متعاونة إلى أقصى درجة صراحة وأنا أراها لحد الآن هي في حسن المكان في إدارة هذه الجمعيات فيها وما زالت تعطي وتأخذ بل تقدم مساعدات فيها الشؤون وضعيتها معانا وضعية ممتازة جدا ولا نرى فينا يعني أنه حتى بيننا وبين مخلاف وإذا شافوا شيء حتى ما يبلقونك ترى فيه خطأ عدل ضبط الأمور لأنه فيها مصلحة عامة هذه تعم حق الناس فيها إحنا من خلال وزارة شؤون وذنر فهني أنت تحس أنك أنت في كامل حريتك بالإضافة إلى أنت مستند على شيء اللي هي خبرتك فأنت تهني تنطلق تبحث عن الحياة الجديدة حياتنا هي تعليم عمل تقاعد تراهي حياة ثالثة لك صحيح صحيح يطول بعمال الجميع والسامعين فهي حياة ثالثة لك هذا ربيع العمر النادي إحنا فكرنا فيه ببداية الأمر إنه نادي المتقاعدين ونادي المتقاعدات ليش نركز على هالاسمين يعني متقاعد مت متقاعد ها الله لا يقول الله يفد هاي ما نحبه فقلنا شنو نعطيه اسم أكثر يعني قابلية بشاشة فيه تبشير أكثر فسمناه نادي ربيع العمر هذه الأندية إن شاء الله وإحنا نأمل بتعاون مع الدولة في هذا المجان أن يكون في كل محافظة في كل محافظة نادي اسمه نادي ربيع العمر للرجل و للمرأة هذا النادي يقدم ما بين الخدمات الرياضية والثقافية والتوعوية وإلى ما يلتحق فيه هذا النادي وأن يكون هناك أيضا جمعية تعاونية تابعة لنا هناك جمعيتنا أن تكون هناك في صالة متعددة الخدمات للأعيال للمتقاعدين أولاد المحفظ من هذه الأمور كلها بحيث أنك أنت تعطي في لهذه المحافظة تجمع اجتماعي يقدم خدمة اجتماعية من خلال التواصل معه اللعظة في هذا النادي وتقديم الخدمات الطيبة اللي فيه ربيع العمر اسم جميل أتمنى للكل أن يكون لربيع عمر فيه نعم إذا بنتكلم أكثر على ردود فعل المتقاعدين معاكم هل في ردود فعل إيجابية مثل ما نقول هذا السؤال وايت حلو يعني يذكر عليه أول ما بديت في عملية تأسيس الجمعية نعم كانوا إيانا مجموعة وأذكر الأخ محمد سعدون المطوع هو صاحب فكرة هذه الجمعية الأمانة تمنيت أن يكون معاي إن شاء الله فيه أوقات أخرى إن شاء الله إحنا بس نقول لابد يسوي جمعية متقاعدين يطالعونك جمعية متقاعدين عارف اللي يستبشرون ويستغربون فيها فالكل كان عايش على أمل أن يرى هذه الجمعية اليوم على سبيل المثال نعم كنت طالع من مجمع الوزارات وللعام خالد الوسمي معروف شخصية وكان عضو مجلس أمه سابق وهو فيها فسلمت عليه وقعدت أسولف قلت له فلان فلان رئيس جمعية متقاعدين قال الله أكو جمعية حق المتقاعدين قلت له نعم عمي قال أنا بيك تمرني الدوانية وتسولف وياي عن هذه الجمعية فإذن الناس مستبشرة ومتفاعلة ومقبلة على هذه الجمعية والدلالة الناس تلفونات الواتسابات يعني أنا ما شاء الله يفتر بالدواوين لكويت الكل يسأل وين وصلت وها نبي نشترك فتحسين أن هذا المقياس تأخذينه بالكويت دواوين صح فأديش الدواوين الناس تحاتيك لازم ما أديش دوانية والله ما أديش دوانية إلا لازم فيها سؤال عن جمعية المتقاعدين صح استاذي لأن هذه الجمعية توقع الاستغراب والاستبشار بنفس الوقت بهذه الجمعية لأن الواحد يظن أنه بعد التقاعد خلص هو قاعد بالبيت لا في شغل لا في عمل ورتابة بعد العمل المستمر لسنين طويلة ممكن أنه الضايق النفسية ممكن أنه يتعب الضايق كوين لأنه أنت على مدى 25-30 سنة في 8 ساعات مشقولة في حياتك اليوم هذه 8 ساعات صالت فراق بالنسبة لك نحن نحاول أن نعوضك في 8 ساعات هذه الفراق عشان لا يكون عندك هناك تعب نفسي حول هذا الموضوع البعض منهم قد يكون مرتب أموره والبعض عنده شيء بس ما يعرف يرتب أموره نحن نحاول ساعده والبعض لا أموره ولا عنده شيء فيه نحاول أن نقدم له ما هو يقدر يتفاعل معه نعم يعطيكم العافية على هذه الجهود الطيبة التي تبذلونها كل الشكر لك أستاذ سعود العصفور رئيس جمعية المتقاعدين الكويتية على حضورك تواجدك معنا شكرا لكم شكرا لك مشاهدينا نحن مستمرين معكم أكيد لكن من بعد هذا الفاصل